هاي المعجزة تعتبر واحدة من أقوى المعجزات شخص مولود أعمى إذا أعمى بارتماوس اكتشف أن المسيح هو المسية هو الملك هو الشافي وهو المخلص ولكن هون في بشارة يحنى هذه المعجزة يسميها آية والآية هي علامة لكي يوضح هوية يسوع المسيح لكي يعبر عن شخصية يسوع المسيح لكي يظهر تفوق يسوع المسيح لكي يظهر لنا جلاله وسلطانه على كل شيء المسيح يتكلم فيحدث الشيء لهذا أخطأ والأبوا ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل وفعلا تفل وصنع من التفل لقطين وطلع عيني المولود أعمى وقال له انزل لتحت قريبة من الهيكل في بلد اسمها السلوام هناك في بركة مشهورة واليوم اكتشفوا الحفريات هذه البركة وهناك نزل طبعا واغتسل في البركة أطاع ورجع بصير أبصر كنا نظن أن هذه المعجزة تسبب إيمان للناس ولكن قامت وقعدت الدنيا ولسيما من رؤساء الدين من المتدينين فلاحظ لما شفي هذا المولود سألوا أول سؤال كيف انفتحت عينك في آية عشرة في يحنى تسعة أجاب ذاك وقال ما بعرفش عنه كتير لكن كل اللي بيعرفه إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي اذهب إلى بركة سلوام واغتسل فمضيت واغتسلت فأبصرت فقال له أين ذاك قال لا أعلم وهنا حبائي هاي المعجزة بنتعلم فيها التدرج بالإعلان هذا الشخص اللي انفتحت يعنيه لأنه أول مرة بحياته بيشوف النور بيشوف الشجر بيشوف الطبيعة وبالحقيقة لما تكلم معايا سوع تكلم بس ما شفوش لأنه راح للبركة لما رجي من البركة رجع يعني مبصر بالتمام ولكن كل اللي عرفه من السمع ومن الناس إنسان يقال له يسوع وطبعا هذا الجواب ما كانش كافي للفرسيين لأنه بالنسبة لهم كان اليوم السبت وبالنسبة لهم تقليد السبت أهم من إقامة مية ولا فتح عيون أعمى ولا الشفاء أي شخص في يوم السبت فطبعا برضو استمروا في الاستجواب قالوا الفرسيين هذا الإنسان ليس من الله فطبعا كان الجواب الآخر المجموعة التانية لضد الفرسيين كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات كان في انشقاء رجعوا سألوا الأعمى مرة تانية طيب ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك أنت شو رايك في الموضوع فقال إنه نبي نبي طبعا بحسب نبوة الكتاب موسى تنبأ عن النبي وهون بيتكلم بحسب يمكن معلوماته الكتابية في الطورة ولاحظ ابتدى في إنسان الآن يقول ابتدى يعني الآن عم بيشوف فابتدى يقول أنه نبي فطبعا لم يصدق اليهود أنه كان أعمى فأبصر دعوا الأبوين وطبعا كانوا خايفين أنه إذا أقروا أنه بينطردوا من المجمع يخرج من المجمع فراحوا دعوا هذا المولود أعمى اللي تشفى كمان مرة فسألوه أعطي مجل الله يعني كأنه اللي عمل هو كسر السبت فهو رجل خاطئ فأبو أقول له هذا الإنسان خاطئ لاحظ التدرج قال أخاطئ هو لست أعلم إنما أعلم شيئا وحدا أني كنت أعمى والآن أبصر وهذه شهادة المفديين على مر العصور والأزمان ما نعرف لأنه هذه معجزة إلهية كنت أعمى والآن أبصر وطبعا الفرسين ما زالوا طبعا بيستجوبوا هذا ماذا صنع بك كيف فتح عينيك مع أنه حكالهم صنع وتفل وصنع من الطين تفلا يعني أنه خالق ما هو الرب لما خلق آدم صنع إيش من تراب الأرض وكأنه هذا الشخص ولد ناقص فعم بيخلق وطبعا هي الرسالة هون رسالة روحية لأنه في ناس عميان لكن روحيا مبصرين ومستنرين وبيعرفوا بينتظروا الحياة الأبدية ولكن في ناس عيونها مفتوحة ولكنها لا تبصر كيف فتح عينيك فعم بيحكي لهم فراحوا شتموا فقالوا نحن نعلم أن موسى كلموا الله شف الرد لهذا الرجل هذا إعلان أعلى شوي قال لهم إن في هذا عجبا إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عينيه وانصار معلم لللهوت هذا الشخص ونعلم أن الله لا يسمع للخطى ولكن إن كان أحد يتق الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع بعدين يكمل منذ الدهري لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى لأنه بالحقيقة هاي بس من اختصاص المسيح في معجزات بالعهد القديم ولا توجد معجزة واحدة اللي هي فتح العيون لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا وطبعا طردوا من المجمع في النهاية أحباء مكتوب فسمع يسوع أنهم أخرجوا خارجا فوجده وقال له أتؤمن لاحظوا التدرج يعني ابتدى بالإعلان إنسان يقال له يسوع الإعلان ارتفع أنه النبي ابتدى يرتفع أكتر كنت أعمى والآن أبصر ثم الإعلان ارتفع أنه من عند الله يعني مش طبيعي يكون إنسان بيتكلم كلمه ويفتح عنين أعمى من عند الله وهنا أحبائي قمة هذا الإعلان هو إعلان من يسوع ذاته سأله فوجدوا أتؤمن بابن الله أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به فقال له يسوع قد رأيته بالأول سمع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو نفس الكلم أهيا الذي أهيا الكلم يهوى الله في العهد القديم فقال أؤمن يا سيد ومش بس آمن سجد ليسوع المسيح هذا الإعلان الكامل أن المسيح وابن الله وأن المسيح قابل السجود والعبادة ولم يمنع هذا المولود المسيح 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 شكرا